اهلا بكم الى هذا الموجز الاخبارية قال ستيفان دوجريكا المتحدث باسم الامين العام الأممي ان الامم المتحدة على دراية تامة بالتطورات التي حدثت خلال عطلة نهاية الاسبوع واعلان اسبانيا المتعلق بالصحراء الغربية واكد دوجريك خلال مؤتمر صحفي ان موقف الامم المتحدة سيظل مستندا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة لافتا الى اهمية الاستمرار في دعم جهود ديمستورا من كافة الاطراف مجددا الالتزام الكامل بالعملية التي تسيرها الامم المتحدة بما يتوافق مع قرارات مجلس الامن الدولي دخلت العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا يومها السابعة والعشرين فيما تتواصل المعارك بين الجيشين الروسي والاوكراني في عدة مدن من البلاد وسط استمرار الغرب بامداد كييف بالسلاح والمال وتوسيع عقوباته ضد موسكو واعلن الجيش الاوكراني عن تدمير قرابة الفي وحدة من المعدات الارضية الروسية بعضها بمساعدة بريطانيا العظمى من جانبها اعلنت وزارة الدفاع الروسي عن تدمير مائتين واربع عشرة طائرة مسيرة واربع مائة وثمانية وثلاثين دبابة وعربة مدرعة للجيش الاوكراني منذ بدء العملية العسكرية اعلن نائب رئيس الوزراء الروسي اليكساندر نوفاك ان اسعار النفط في العالم ستقفز الى 300 دولار للبرميذ الى اذا رفض الغرب النفط الروسي موضحا ان بعض الخبراء يتوقعون ارتفاعه الى 500 دولار واضف نوفاك ان بلاده ستحافظ على مستوى انتاج النفط على خلفية تصريحات الشركات الاجنبية المعنية بخدمة حقول النفط بانهاء عملها مؤكدا ان روسيا قادرة ايضا على تنوع جهات تصدير النفط وتعمل على ذلك قال الرئيس الامريكي جو بايدن ان روسيا تعد لهجمات سيبيرانية على الولايات المتحدة وحذر بايدن من ان حديث روسيا عن امتلاك اوكرانيا اسلحة بيولوجية وكيميائية علامة على عزم موسكو استخدام تلك الاسلحة من جهته قال الرئيس الاوكراني فولوديمر زيلنسكي انه لن يتسنى التفاوض على انهاء الحرب في بلاده دون اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمر بوتين واكد في مقابلة مع قنوات اوروبية انه يدرك تماما ان بلاده لا يمكنها الانضمام الى حلف شمال الاطلسي في الوقت الحالي الى ذلك قتل ازيد من 16 شخصا في هجوم شنه مسلحون على ساكنة قرية جاناركياو في ولاية زنفارة شمال غرب نيجيريا بحسب متحدث باسم الشرطة تحدثت وسائل اعلام محلية عن حصيلة اكبر من تلك التي اعلنت عنها السلطات حيث اوردت ان 37 شخصا قتلوا من بينهم زعيم القرية كما تم اختطاف عشرات الاشخاص وتنسب السلطات النيجيرية مثل هذه الهجمات عادة الى عصابات يطلق على افرادها اسم قطاع طرق اعلنت لجنة الطباء السودان المركزية ان فتى يبلغ من العمر 17 عاما قتل امسيا الاثنين في امدرمان برصاص قوات الامن خلال تفريقها تظاهرة مطالبة بعودة الحكم المدني وقالت اللجنة في بيان ان الشاب اصيب برصاصة في الصدر خلال تفريق المتظاهرين ليرتفع بذلك عدد القتل الذين سقطوا خلال ما يقرب من خمسة اشهر من المظاهرات الى تسعة وثمانين شخصا ختم الموجز القاكم بعد قليل الى اللقاء اشتركوا في القناة